اهلا بكم هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سم الفضائية والبداية دائما بالعناوين اهالي قرى خويلد والسلام عليكم بريف الحسكة يعترضون عربات لقوات الاحتلال الامريكية استشهاد ميسونة فلسطينية دهسها مستوطن قرب بلدة سنجل على طريق رامالة نابلس والحرس الثوري الايراني مناورات الرسول الاعظم هي تحذير جاد وميداني ردا على التهديدات الاسرائيلية اهلا بكم من جديد استهدف سلاح الجو الروسي والسوري مواقع وتحركات لفلول تنظيم داعش في بادية الرصفة بمحافظة الرقة وذلك بحسب تأكيد مصادر ميدانية وبالتزامن تتواصل عمليات التمشيد التي ينفذها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على اكثر من محور في البادية هذا وخلال اليومين الماضيين نفذت المقاتلات السورية والروسية 13 ضربة جوية على نقاط مخفية للتنظيم في باديتين تبني بريف دير الزور الغربي والرصفة بريف الرقة اعترض اهالي قرية خويلة شمال شرق الحسكة رتلى عربات عسكرية لقوات الاحتلال الامريكي بالتعاون مع حاجزا للجيش العربي السوري ومنعوه من دخول القرية كذلك منع اهالي قرية السلام عليكم بريف القامش لدخول رتلى اخر الى قريتهم نزحت اكثر من 1100 اسرى من منازلها بسبب اعتداءات قوات الاحتلال التركي والارهابيين بالمدفعية على بلدة ابو رسين وعدد من القرى المجاورة لها بريف الحسكة الشمالي مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة رصدت نزوحة 1100 اسرى خلال اليومين الماضيين من ناحية ابو رسين وقرى الاسدية وام حرملة وداد عبدال والمطمورة وخضراوي والربيعات الى القرى البعيدة عن خطوط التماس مع مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته هذا ووجهت المديرية نداءات استغاثة للتدخل باستجابة عاجلة من قبل المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية في تعبير عن تمسك السوريين بأرضهم ووحدتهم احتضنت كنائس الحسكة أمسية ميلادية أثنت على سموء إرادة الحياة وهو ما تمثل بريستال الميلاد في كنيسة مارجورجوس للإرثريان الأرثدوكس والتي تنشد السلام والمحبة والفرح أمسية ميلادية عامرة بالفرح والسلام تحتضنها كنائس مدينة الحسكة التي يصر أهلها على أجواء الفرح التي تعبر عن إرادة الحياة وهو ما تمثل بريستال الميلاد في كنيسة مارجورجوس للإرثريان الأرثدوكس كورال مارفرام قدموا لنا تراتيل روحية دينية نزلوا السماء للأرض ورفعوا الأرض للسماء بترانيم وختموها بأغاني وطنية حيين فيها الجيش العربي السوري هالأغاني وهالتراتيل اللي عملوها هي ليفرحوا قلوب البشر بعد كل هذه الصعوبات التي يعيشها العالم تذكرنا بالظروف التي كان يمر بها العالم عند ولادة السيد المسيح من تعب واحتلال وألام ولكن الأمل دائما كان قائما بمجيء المخلص السماوي فاليوم سوريا بحاجة إلى هذا السلام الذي جاء به السيد المسيح قبل 21 قرنا وأملنا إن شاء الله دائما بالنصر بالأمل بالحياة وقدمت جوقة مار أفرام تراتيل الميلاد مع فقرات وطنية أكدت على تمسك السوريين بأرضهم ووحدتهم في وجه الاحتلال والانتصار للحياة والفرح قدموا مجموعة تراتيل دينية وأغاني طبعا وطنية طبعا عملنا فيها طبعا في عدة لغات كانت هاي بالنسبة إلنا بمثابة رسالة قدمناها باللغة السوريانية والأرمانية والأشورية والكلدانية وأكيد العربية والإنجليزية تتضمن كل رسائل محبة رسائل سلام وفرح نحن قدمنا مجموعة من التراتيل والأغاني الوطنية التي تهدف إلى التمسك والتشبث بالحياة وبهذه الأرض وخاصة بعدما انتصرنا على فلول الظلام رسالتنا رسالة محبة للكل ونغير أجواء جو العيد اللي صارت صارنا سنين بهذه الحرب كتير اللي لازم نغير على أساسها إن شاء الله ربنا يزرعي كل محبة جوات قلوبنا نعاد على الجميع بالأفراح يا رب حابين نقدم اللون الوطني كون العيد لكل سوريا كل الطواقف كل هذا نعيد مع بعض إن شاء الله العيد يكون خير وفرق على الجميع وإن شاء الله سنت خير لسوريا طبعا رسالتنا نحن الجوقة هي رسالة فرح ومحبة وسلام للجميع نحن قدمنا كتير تلاتين مننا أرمانية وكلدانية وسريانية وعربية وإنجليزية ووطنية تلبس الحسكة ثوب الفرح والميلاد بتقوس دينية وروحية واحتفالية تنشد الأمن والسلام والمحبة للبلاد وأهلها مع اليقين بالنصر النهائي على الاحتلال حتى دحره من كل جغرافيا البلاد أيها المرعي لقناة سما مدينة الحسكة أقامت وزارة الأوقاف احتفالا في مدينة طرطوز جمع أبناء الشهداء من طلاب مدرسة دار الأمان هو عيد لسوريا وعيد لكل الناس وعيد لكل العالمين ولا شك بأن الإخلاء الإسلامي المسيحي في بلادنا هو نموذج يحتز به فأن تحتفل وزارة الأوقاف بمناسبة عظيمة كمناسبة عيد ميلاد سيد المسيح من خلال تكريم أبناء الشهداء فأعتقد أن المجد للشهيد يتحقق في هذا اليوم العظيم فكان هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد نحن كنا سعداء اليوم أن نكون مع بعضنا البعض وأكيد هو عيد الميلاد المجيد بيحمل الفرح وبيحمل المحبة ولكن أيضا بيحمل هالطابع الطفولي لأن رسول السلام يأتي لولد طفلا واليوم لقاءنا مع الأطفال كثير كثير حلو حتى ندخل فرح لقلوبهم وأيضا كمان نقل لهم أن نحن جنبهم ومعهم مع انتهاء الفصل الدراسي الأول وقرب الامتحانات ومناسبة الأعياد أيضا أحب الدار الأمان أن تقوم بحفل غداء لطلابها من أبناء الشهداء طبعا للصفوف من الصف الأول إلى الصف السابع هذا نحن نعتبره جزء من رسالة كل إنسان محب لوطني كل إنسان يحب هذا الوطن كل إنسان يعلي ويرفع من قيمة الدفاع عن الوطن أول ما ينبغي أن يقوم به هو أن يكون مع أبناء الشهداء مع أبناء من ضحوا من أجل الدفاع عن الوطن وعيادات وأمنيات متعددة حملها أبناء الشهداء للعالم في هذا اليوم ودعوات بأن يحمل العام القادم السلامة لسوريا شكرا كثير للمدرسة دار الأمان وبدو يقول لي كل عام أنت بخير ميلاد مجيد بشكر مدرسنا كثير على هالجي الحلويني بيظلوا معنا بكل شيء وكل وقت بيرعونا دائما عمزات شكرا لكم كثير بتمنى أنكم تظلوا معنا كل عام أنت بخير وعيد ساعد كل عام أنت بخير وإن شاء الله كل سنة يطبقوا سالمين منا كل عام أنت بخير وستوريا بخير كل عام أنت بخير وشوقا بخير تواضب وزارة الأوقاف على الاهتمام بأبناء الشهداء إن كان عن طريق الدراسة في مدرسة دار الأمان أو الترفيه في مختلف المناسبات لخلق جيل جديد يكون عمادة بناء الوطن من ترطوس لقناة سما علي الكنج شنت طائرات تحالف العضوان سلسلة غارة على العاصمة اليمنية صنعاء حيث دوة انفجارات عنيفة في الناحية الشمالية الغربية لصنعاء طائرات العضوان استهدفت ملعب الثورة الرياضي وجسر السبعين ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة أدت لخروج المستشفى عن الخدمة تصعيد العضوان يأتي في وقت تقترب فيها معركة مأرب من خواتيمها بعد وصول طلائع الجيش واللجان الشعبية إلى قلب المدينة أكثر من ستة أعوام من العضوان السعودي على اليمن عضوان صب فيه المعتدون جام حقهم على المدنيين العزل مرتكبين أفضع الجرائم وأهولها فكان استهداف الأحياء السكنية المكتفة بالسكان والمشافي والمدارس دليل أفلاس دول العضوان وهمجيتها فجعت صنعاء بليلة رعب أخرى إنما هذه المرة في الناحية الشمالية الغربية للعاصمة ثلاث غارات شنتها طائرات العدوان على ملعب الثورة الرياضي بعد ادعاء التحالف احتواء الملعب مخازين أسلحة أمر كذبته الجولة الإعلامية التي ننظمت بداخله لكن ذلك كله لم يشفع لدول العدوان بعدم استهدافه الأهداف المدنية يعلنها بأن فيها أسلحة وهي مثل هذه المدينة لا يوجد فيها أي أسلحة ويدمر البنية التحتية يبدو أن هذه انتقام تجاه المنتخب اليمني والمنشآت الرياضية اليمنية نتيجة هزيمة المنتخب السعودي أمام المنتخب اليمني ما بدأ أنه استهداف لمعسكرات تابعة لأنصار الله وفق مزاعم تحالف العدوان تضح أنه استهداف لأحياء سكنية وبناء تحتية أربع غارات استهدفت منطقة السبعين المكتفة بالسكان جنوبية صنعاء أسفرت عن أضرار في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة كما أدت إلى أخراج طريق ميدان السبعين الحيوي في اتجاه ميدان التحرير وشارع الستين وجسر ونفق المصباح في أمانة العاصمة عن الخدمة وتوقف الحركة المرورية فيهما هذه الصور ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب اليمني على همجية العدوان على استكباره على غطرسته على الضغيانة والشعب اليمني اليوم حي وهذه أيضا تحيي أكثر في مقابل هذا الهجوم البربري لم يقف اليمنيون مكتوفي الأيدي فمعركة مأرب تقترب من خواتيمها سيما وأن سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على الأبلاق الثلاثة القبلي والأوسط والشرقي والتي تتوسط الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تجعل هذه القوات بالفعل في محاذاة البيوت داخل مدينة مأرب ليكون قصف ملعب الثورة والأحياء السكنية وقبلها مطار صنعاء واحدا من نجوه السياسات المكابرة للنظام السعودي والذي يسعى لكسب أوراق ضغط إضافية تحسن موقفه خلف الكواليس وهو أيضا أحد أهداف التخريب المتعلق بمرحلة ما بعد مأرب عبر وضع معادلة إنهاء التصعيد في صنعاء مقابل فتح آفاق التفاوض المتعثر والمتعلق بمصير مأرب وفق ما يراه مراقبون استشهدت مسنة فلسطينية بعد أن تعمض مستوطنون دهسها قرب بلدة سنجل على طريق راملة نابلس ولاذا بالفرار هذا ووصلت تواقم الإسعاف وقوات الاحتلال إلى مكان الحادث حيث تم نقلها بسيارة إسعاف فلسطينية وقد أصيبت بجروح خطيرة لكنها فارقت الحياة أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقة شمال نابلس وعلى الوقع طالبت الرئاسة الفلسطينية مجددا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنية نحن جئنا من أجل أن نقول لهؤلاء المستوطنين لهؤلاء المحتلين أن الأرض الفلسطينية هي أرض عربية واحدة مموحدة شعبها واحد موحد عزيمة واحدة وإرادة واحدة هذا وتوجه المئات من شبان بلدة سباستيا لنصرة أهالي قرية برقة بعد هجمات شنها المستوطنون وشمال الخليل اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة حلحول وهو ما تصدى له شبان فلسطينيون موسيقى 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 وفي كيان الاحتلال صدق الكنيسة على ميزانية عسكرية إضافية وسط تقارير تفيد بأن جيش العدو يعد خطة للعضوان على إيران وفق صحيفة إسرائيل هيوم وأفدت صحف العدو أن الميزانية الإضافية قاربت ثلاثة مليارات دولار وأن البنود المدرجة في التمويل الجديد سرية هذا وتمت الموافقة على الميزانية التكملية بعد اجتماع استمر ثماني ساعات في الكنيسة قجزء من العملية الجارية لتخصيص الأموال لعام 2021 أجرى الحرس الثوري الإيراني أولى عملية إطلاق صواريخ من طراز كروز الدقيقة والمتوسطة المدى من سفينة حربية ضمن مناورات الرسول الأعظم السابع عشر في اليوم الرابع لها وفي اليوم الرابع والأخير أيضا أجرى الحرس الثوري إطلاقا لصواريخ من قواعد مختلفة لتصيف أهدافها بدقة وتعليقا قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن المناورات جاءت ردا على التهديدات الفارغة للصهينة مناورات الرسول الأعظم تجري ردا على تهديدات الكيان الصهيوني الفارغة في هذا التمرين أطلقت القوة الصاروخية ستة عشر صاروخا من قواعد مختلفة مصيبة أهدافها بدقة ويمثل هذا التمرين جزءا صغيرا من القدرة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن ما يفصل بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط مؤكدا أن مناورات الرسول الأعظم هي تحذير جاد وميداني ردا على التهديدات الإسرائيلية مناورات الرسول الأعظم هي تحذير جاد وميداني ويعد ردا على التهديدات الإسرائيلية ما يفصل بين العمليات العسكرية الحقيقية وما نجريه من عمليات تدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط ونحذر المسؤولين الصاهينة إذا أخطأتم فسوف نقطع أيديكم زعمت وكالة بلونبرغ بأن روسيا تواصل حجد معداتها العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا ونقلت الوكالة عن شركة جانسا البريطانية المتخصصة في الاستخبارات أن معطيات الأقمار الصناعية تظهر نقل المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي الروسية ابتداء من الشهر الفائت لكن الوكالة اعترفت بالمقابل أن الصور الموجودة تظهر عددا محدودا للغاية من العسكريين في الأماكن لكنها ترى أن روسيا ستتمكن من تعزيز هذه القوات بسرعة عن طريق نقل الوحدات الكبيرة جوا وبرنا حذرت الخارجية الروسية من وجود مؤشرات على أن الحكومة الأوكرانية تستعد لشن هجوما عسكريا جديدا على منطقة دونباس وحذرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخروفا من أن الوضع في أوكرانيا لا يزال في طور التدهوري المستمر لسيما عند خط التماس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رصدت خلال الأسبوعين الماضيين قرابة سبعة آلاف خرقا للنظام وقف إطلاق النار في دونباس ما يتجاوز بخمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة الممثلة من العام الماضي هناك انفجار أو إطلاق نار يحصل في دونباس في كل ثلاث دقائق تقريبا وللتأكيد على التصايد يوجد عشرة آلاف مستشار عسكري من حلف الناتو في أوكرانيا حاليا أربعة آلاف منهم أمريكيون ويوم أمس حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف الناتو المسؤولية عن خداع موسكو مشددا على ضرورة أن يوقف الحلف تمدده شرقا ويقدم ضمانات أمنية إلى بلاده وصرح فلاديمير بوتين بأن موسكو لا تهدد أحدا لكنها لن تتسامح مع محاولات جعلها طرفا في النزاع الأوكراني هذا التوسع أسفر عن نشر منظومات عسكرية هجومية للناتو في رومانيا وبولندا عند مقربة مباشرة من حدود روسيا بينما يتحدث حلف الشمال الأطلسي اليوم عن إمكانية انضمام أوكرانيا إليه أو نشر منظومات هجومية في أراضيها بموجب اتفاقية ثنائية الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى بيتنا وأصبحت عند عتبته حاليا كذلك رجح بوتين أن التطورات الأخيرة حول منطقة دونباس تشير إلى أن الحكومة الأوكرانية تستعد لشني عملية عسكرية جديدة على تلك المنطقة السلطات الأوكرانية قد حاولت مرتين حسم قضية دونباس بالقوة لكن كل الهجومين العسكريين على هذه المنطقة بقى بالفشل الآن يقولون لنا الحرب 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 وهناك انطباع بأن التحضيرات جارية ربما لعملية عسكرية ثالثة في دونباس ويحذروننا مسبقا لا تتدخلوا ولا تحموا هؤلاء الناس وإذا تدخلتم فهذه هي العقوبات الجديدة التي سوف تواجهونها وربما تجري حاليا تحضيرات لهذا السيناريو كشفت وكالة كيوضو اليابانية للأنباء أن القوات المسلحة اليابانية والأمريكية وضعتها مسودة لعملية مشتركة للتعامل مع أي طريق محتمل في تايوان وبموجبها ستنشؤ مشات البحرية الأمريكية قواعد مؤقتة بسلسلة جزر نانسي الممتدة من كيوشو اليابانية إلى تايوان وفي سياق آخر أعربت الصين عن رفضها الشديد توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بقانون منع العمالة القصرية للإيغور وحثت واشنطن على تصحيح الخطأ فورا المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن هذا القانون يشوه بشكل مؤذن وخبيث وقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شنجيان الصينية لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين أهالي قرى خويلد والسلام عليكم بريف الحسكة يعترضون عربات لقوات الاحتلال الأمريكية استشهدوا مسنة فلسطينية دهسها مستوطن قرب بلدة سنجل على طريق رامالة نابلزا والحرس الثوري الإيراني مناورات الرسل الأعظم هي تحذير جاد وميداني ردا على التهديدات الإسرائيلية نشرتنا انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة